لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المفيد المغيز العزيز الجبار الهدى الكبر الخالق البارس الهدى الصور الوحف أسرار ومعاني وبركات أسماء الله الحسنى بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية أخلص النوايا لله تعالى اليوم نتكلم إن شاء الله على اسم الله الحكم وهذا يتعلق به مواضيع كثيرة إن شاء الله تعالى نرزق الإخلاص ويسر لنا فهم هذه المسائل على ما يحب الله لكن نذكر فائدة ذكر الله باسم الله الحكم العدل أن الإنسان إذا واضب على هذا الذكر يوفق للعدل بين الناس يعني أن يترك الظلم لأن الظلم صفة نهان الله عنها أن نتصرف في ملك الله بغير رضاه بما نهان وإذا الإنسان ظلم هذه ظلمات يوم القيامة فواضبوا على العدل وعلى ذكر الله باسم الحكم العدل الله تعالى الحكم يعني الذي هو الحاكم بين الخلق في الآخرة ولا حكم غيره فإذا يحكم بين العباد يفصل بين العباد لا ملك يوم القيامة يحكم بين الناس ولا إنس ولا جن الله تعالى هو الذي يقضي بين الناس ويفصل ويحكم بينهم قال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين إذن يقال عن الله الحكم والحاكم ويقال عن غيره كذلك لكن المعنى يختلف والله خير الحاكمين فهو الحاكم الحقيقي بين الخلق تبارك وتعالى وأما من الناس من يحكم ولكن منهم من يحكم بحق ومنهم من يحكم بغير حق حتى جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة قاضيان صنفان من القضاة في النار الصنف الأول حكموا على جهل يعني ما عند علم فتولوا القضاء هذا حرام التاني النوع الثاني وهو والعياذ بالله من حكم ظلما وأما الصنف الناجي من تعلم القضاء بين الناس وحكم بالعدل هذا ولو حكم بالعدل فنصف الناس أعداؤه ولكن العبرة أن يرضي الله كما قال سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر ويقول الله تعالى في القرآن العظيم أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الله تعالى أحكم الحاكمين ويسن إذا سمعنا هذه الآية أن نقول كما أنا قلت الآن بلى وأنا على ذلك من الشاهدين دخل مرة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه المسجد في الكوفة وكان بين الحاضرين رجل من الخوارج الذين خرجوا على علي ظلما وكانوا من الظالمين وأورد آية في غير محلها ماذا قال هذا الرجل إن الحكم إلا لله هذه آية صحيح هذا في القرآن ماذا التفت إليه هكذا سيدنا علي الله ألهمه الجواب قال له كلمة حق أريد بها باطل يعني أنت استعملتها على معنى فاسد إن الحكم إلا لله جاءت في ثلاثة مواضع في القرآن ومنها ما جاء على معنى لا يكون إلا ما قدر الله منها قول الله قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يفصل بين الناس بالحق تبارك وتعالى فهنا جاء وصف الله بأن الحكم له وقال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم إلا لله فالله أمر أن لا نعبد إلا إياه نوحده تبارك وتعالى أن نوحده ونقدسه ونعظمه ذلك الدين القيم وهو الإسلام وجاء كذلك عن سيدنا يعقوب عليه السلام قال لأولاده حين أرادوا دخول مصر عند أخيهم يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يعني هذا من باب أن يأخذ بالأسباب كانوا جميل الصورة حتى لا يصابوا بالعين ادخلوا من أبواب متفرقة غير مجتمعين ثم قال لهم وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ هون جاءت بمعنى وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا قَدَّرَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فهنا الحكم الذي ورد في هذه الآيات السلاس تشير أن الله يحكم بين خلقه وأنه لا يكون إلا ما شاء الله وأن مشيئة الله نافذة هذا ما قاله علماء التوحيد في هذه الآيات الكريمة وأما هؤلاء الخوارج فقالوا إن سيدنا عليا لمجرد أنه حكم إنسانا فقد كفر فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما وكفر الحكمين أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص وصارت فتنة عظيمة لذلك هؤلاء فهموا القرآن على غير وجهه وفي زماننا اليوم طلع أشخاص يتبعون رجالا أحيوا فكرة هؤلاء الخوارج وقالوا مجرد الإنسان حكم إنسانا أو تبع إنسانا يحكم بالقانون ولو في مسألة صار كافرا فكفروا البشرية جمعاء وجعلوها في ردة عامة وقالوا إن مالهم حلال ونساءهم حلال ودماءهم حلال فقتلوا وفجروا وفعلوا وفعلوا وفعوا وسبوا النساء وأخذوا الأموال بدعوى أن هؤلاء كفار وبدعوى أن الله قال إن الحكم إلا لله هؤلاء يستعملون القرآن في غير محله ويوردون الآيات للتمويه على الناس فلذلك الإنسان بده يتعلم الأحكام الشرعية الله يأمرنا بالعدل ويحكم بين الناس ويأمرنا أن نحكم بالعدل قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فأنا بنصح كل واحد بدي يحكم أولا بدي يتعلم القضاء حتى يحكم ما بين الناس وإنت ما تحكم على الناس بمجرد نقل شخص قبل التبين والاستعلام العلماء بيقولوا يا أحباب الاستعلام قبل الاتهام إياك وسوء الظن بعباد الله إياك والتسرع بالحكم على الناس بلا دليل شرعي إياك أن تجعل نفسك وتنصب نفسك قاضيا على الناس وأنت لست كذلك وحتى لو بد يسلموك القضاء فعليا تعلم شرع الله واتق الله فيما تسلم أبو حنيفة رضي الله عنه ما أبل أن يستلم القضاء مع أنه لو سلم القضاء لكان أقضى أهل عصره خاف على نفسه رضي الله عنه حتى حبس وضرب وأوذي وما قبل أن يستلم القضاء كان يخاف الله رضي الله عنه وأرضاه نختم بهذا الحديث المشهور بالسبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يعني في ظل عرشه لأن ظل العرش مشرف عند الله يوم لا ظل إلا ظله ما في لا شجر ولا كهف يأوي إليها الناس من الشمس إمام عادل حكم بالعدل وما ظلم وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل فنشئوا أولادكم وأنبتوهم نباتا حسنة علموهم شرع الله من الصغر ورجل قلبه معلق بالمساجد علقوا قلوبكم ببيوت الله المشرفة ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يعني كانت المحبة بينهما في الله ولله مش لدنيا ولا لمآرب شخصية بعيدة عن الآخرة ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال يعني مكنته من نفسها لأن يزني بها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني من كان على شماله من شدة الإخفاء ما رأى كيف هذا أنفق باليمين هذا معناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا يعني كان وحده فخشيا ربه ومن الخشوع بكى من خوفه من الله هذا من الأصناف الذين يكونون في ظل العرش نختم بقصة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه الذي حكم بالعدل بين الناس وكان رضي الله عنه وأرضاه في زمانه الناس يرعون الشياء وبينها الزئاب يعني الزئاب لا تقرب الشياه ولما مات رحمه الله ورضي عنه كان هناك راع جاء ذئب وأكل شاتا من شياهه فقال هذا الراعي مات الرجل الصالح علام كانت وفعلا تبين أنه كان مات رضي الله عنك يا سيدي يا عمر ابن عبد العزيز ورضي الله عن الحكام العادلين وعن الخلفاء الراشدين ونفعنا بهم وجعلنا ممن يتجنب الظلم جعلنا الله تعالى ممن إذا حكم حكم بالعدل يا الله يا حكم يا الله أبعد عنا الأهواء الفاسدة والأفكار الموبوءة يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك القلوس السلام المفيد المغين العزيز الجفاق الهنة كفر الخالق الباريس المصور الوحفظ المเสييد المغين العزيز الجفاق منول أهلك موسيقى شكرا